شوف بالنسبة لان المعروف انه مصاب سلمان الفرج مثلا او قبل هيسر الشهراني والان سلطان الغنام للسراجع هذولا كلاعبين زي ما استشهدوا ابو اميرة في موضوعنا وفي التمياط وسرعة التأهيل اللي صارت له فعلا كنت على قولاتهم شاهد على اسر وكنت مع المنتخب في ذيك المرحلة هذولا اللاعبين يا بجود لو تجي لما تقول لا باختصر من مشوارك في الملاعب موسم او موسمين انت مع الهلال وانت مع النصر باختصرها موسمين وتلعب كاس العالم بيقولك ايه اي لاعب يتمنى ان يوضع في السيفي حقه انه يوم من الايام شارك كاس عالم هذي حلم اي لاعب فهنا تجي مسؤولية زي ما قال ابو عبد العزيز وبو اميرة والكابتن وليد هنا تجي مسؤولية هارفي انه اللاعب انه اللي المفروض يكون موجود في الملعب هو اللاعب الاجهز ماي بأمنية لاعب انه يحلم سلمان ولا ياسر ولا سلطان الغنام ولا اي لاعب مصاب انه يكون موجود في الملعب